السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم أنا الأمير وإن شاء الله هكون معك في الكورس ده في تعلم أسيات C-Sharp هيكون الشرح مفصل عشان كل شيء يوضح إن شاء الله هنعرف أول حاجة زي نزل برنامج Visual Studio بعدين نشوف المتغيرات في C-Sharp وهنشرح string بالتبصيل والمهارات الرياضيات وزي تخلي الشخص يكتب ونعمل ألا حزبة بسيطة عشان نتدرب على اللي احنا أخدناه وبعدين نأخذ الف والنسد الف والفلس والنسد الفلس وهنأخذ كل الموجود في الشاشة حالية يمكن ما تعرفوش إيه اللي موجود دلوقتي ولكن إن شاء الله بعد ما تخلص الكورس ده هتكونوا فهمتوا الأسيات كاملة للغة C-Sharp ولو أنت فهمت الأسيات للغة معينة هتقدر تفهم الأسيات لأي لغة تانية في وقت قصير جدا أتمنى لك التوفيق في الكورس إن شاء الله